اهلا بكم ومرحبا في الحقيقة فيديو النهاردة مهم جدا لكل رسام تفاصيل ولمسات واضحة مع الشرح المنظر من البداية للنهاية هيعجبكم ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير دايما اسأل الله لي ولكم السعادة في الدنيا والاخرة درس اليوم درس مهم جدا لكل رسام سنقترب جدا جدا من تفاصيل مهمة جدا ونرى كيف نضع هذه التفاصيل وكيف نظهر الضوء وكيف نظهر الظل وكيف نحدث التباين العالي جدا من خلال منظرنا النهاردة منظر مهم وفيديو مهم ودرس مهم جدا ونصيحتي للمهتمين بالرسمة ورسامين انهم يتابعوا الفيديو لحظة بلحظة لان فيه لمسات بتوضع بيترتب على لمسات اخرى فلو يعني فات منك مشاهدة هذه اللمسات قد لا تدرك استيعاب اللمسات المتأخرة يعني ولكن في البداية خلونا نصلي ونسلم ونبارك على النبي محمد الذي بعث الله عز وجل بالقرآن بكلام الله ليكون رحمة للعالمين صلي لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وندعو بهذا الدعاء الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلة وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلة لا علم لنا يا ربنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السماء بتاعتنا النهاردة ما فيهاش تفاصيل كتير سماء بسيطة ننتهي منها سريعا لكي نبدأ في رسم الجبال البعيدة ثم بعد ذلك الجبال القريبة ونقترب من الجبال البعيدة ونرى كيف نضع التفاصيل والملامح ملامح ذلك الجبل هذا لون الجبل هو لون موف ولكن خلناه ليمن رصاص شوية اللون المبدئي للجبل ولكن هناك جبل أبعد فهنخلي اللون أفتح الجبل الأبعد بيكون اللون يعني أضعف وأفتح وأيضاً لون بدون ملامح ثم بعد ذلك الجبل الأقرب بنغمج اللون شوية أكثر بنقلل فيه الأبيض وأيضاً نعطيه لون مبدئي بدون ملامح كي بعد ذلك نضع الملامح وإن شاء الله بإذن الله نقترب جداً بالكاميرا لنرى يعني ملامح وتفاصيل هذه الضربات وهذه الدرجات اللونية درجات اللونية مهمة جداً هيكون منها الفاتح ويكون منها الأغمج ولكن درجات متقربة فدعونا نراقب الدرجات والتفاصيل من قرب كي ندرك أسرار التباين وأسرار مهمة جداً في الرسم من خلال رسمتنا الأرض الجزية دي هيكون فيها ثلوج باللون الفاتح فميزتها شوية ولكن بدون برضو ملامح والجبل البعيد بلون أهدى وأضعف ننتهي منه أيضاً هذه الألوان المبدئية للجبال وبنضرب دلوقت لون المية ننتهي أيضاً من مساعة المياه ثم نعود للجبل مرة أخرى بعد أن تجف الألوان قليلاً والمياه باللون الفاتح من بعيد ثم ندمج هذه الألوان هكذا هذه الأماكن أماكن الشجر نحددها سريعاً كده بلون زيتي غامج مبدئي ثم بعد ذلك نضع عليه الأضواء والظلال بالألوان بالأخضرات باللون الأخضر ولكن بدرجته دي مساحة الشجر والنجيلة اللي تحت دي هتكون بلون أخضر أفتح شوية ونترك الملامح بعد أن تجف الألوان هنا هتكون نخلة كبيرة وهنا برضو نخلتين والأخضر اللي تحتهم النجيلة اللي تحتهم سريعاً أيضاً بدون ملامح سنضع عليها أضواء وظلال بشكل رائع تابعونا إن شاء الله ونفتح المية شوية ونفتح المية شوية من هناك الجزئية الفارغة بين الجبال وبعضها مضيئة نوعاً ما ولكن سنحافظ على الظل في الجزئية اللي اليمة هنا القريبة أما الجزئية البعيدة دي هتكون فتحة شوية مضيئة خالية من الجبال وكأن المياه خلف هذا الجبل القريب أما الجزئية القريبة نعطيها أضواء ولكن لو تلاحظ خلينا اللون غامج شوية يعني خلينا اللون أغمج شوية من اللون اللي احنا عملنا به في الخلفية اللون القريب زودنا الموف شوية لو تلاحظ معايا وتحت الجبل مباشرة سيبين اللون داكن ظل الجبل درجات لونية متقربة من العنصر اللي احنا شغالين فيه اللي هو المية والآن نخلط اللون الذي سنضع به الإضاءة وإضاءة فيها نوع من الحرارة شوية في مواجهة الضوء هكذا طبعا الإضاءة والحرارة كلها في البرتقاليات والبنيات وظل وبرودة يعني أزرقات ورصاصيات مهم جدا هذه الدرجات نضع الإضاءة المبدئية وتابع معايا لأنها يتحط درجات كثيرة جدا من الألوان ولكنها تتحط وهتوضع براحة بضربات بسيطة دقيقة بنعمل مسطحات ثم بعد ذلك نأخذ من المسطحات دي ألسنا بسن الفرشة طالع ونازل هخترب جدا معاك وإحنا بندي الملامح دي إن شاء الله هذا اللون الفاتح فتحنا شفت بنضع الأضواء كتل هكذا ثم بفرشة تانية أو نمسح الفرشة اللي معانا ونبدأ ناخد بسنها كده إيه ألسنة وكأنها تضاريس الجبل أو تجعيد الجبل من بعيد بناخد لون في الزرقة شوية لون في الزل كأنها ثلوج ولكن في الزل بلون مش أبيض ولكن فيه الزرقة شوية لبني لكي نضع عليه بعد ذلك باللون الأبيض الفاتح جدا في الأماكن المعرضة للضوء تابع ويلاحظ معي هذا اللون الأبيض في الأماكن المعرضة للضوء وبعد كده بفرشة تانية أو بنفس الفرشة ولكن تمسحها من الأبيض اللي عليها وتبدأ تاخد ألسنة من هذه الكتلة التي وضعتها بنغمج لون شوية للجبل القريب نفس الكلام تابع ولاحظ بنحدد المجسم مجسم الجبل الشق المواجه للضوء والشق الآخر في الزل تابع هذه الضربات طبعا الجبل ده يعني تعلمت الكثير من أخي فنان مصدق رسم بيرسم الجبل ده بشكل رائع ما شاء الله استفدت منه كثيرا أدعو الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته اللهم أمين يا رب العالمين تقنيات رائعة ومميز جدا في الحقيقة في رسم الجبال تلاحظ أننا كل ما نزلت التحت كل ما اللون يعني أصبح داكن ولكن قليل بدرجة قليلة لكن الأماكن المعرضة للضوء مضيئة بشكل ملحوظ وطبعا هنضع لسه يعني ملامح كثيرة للجبل ده تابع معايا ولاحظ ولاحظ هذا الأمر الإضاءة في الجزئية اللي في الخلف بلون داكن شوية وبدأنا نضع أماكن الثلوج والمسطحات ثم نأخذ منها الألسنة لسه في اللون الداكن هكذا ثم بعد ذلك نضع عليه باللون الأبيض كما قلنا من قبل نفس الفلسفة ونفس الطريقة تضع كتلة ثم تأخذ من هذه الكتلة ألسنة نازلة وألسنة طلعة واللون الأبيض في الأماكن المضيئة اللي هي مواجهة للضوء تعرضت للضوء في المرتفعات والأماكن طبعا في أجزاء تلاحظ أن أمامها كتلة جبلية الكتلة الجبلية بتظلل على اللي وراها فتلاحظ هذا وعامة لو بترسم من صورة خلاص الصورة هتكون قدامك واضحة الأماكن المضيئة أو الأماكن المظلمة أو المظللة فأنت بتنجل الألوان وخلاص أما لو بترسم دماغك لازم تراقب وتلاحظ الأماكن اللي هي مكانها في الظل والأماكن اللي في مواجهة الضوء والكلام والكلام ده طبعا مهم جدا في عملية التباين الجزئية لفوج هتاخد نفس الكلام لون لبني مش أبيض يعني أبيض معكر كده مبدئيا كي نضع عليه باللون الأبيض مرة أخرى شفت الأماكن المعرضة للضوء خذت الضوء الأعلى وفي كل مرة بناخد من الكتلة نفسها والسنة يمين وشمال لفوج والتحت وزي ما دينا أضواء بندي الظلال أيضا في الأماكن العميقة والبعيدة عن مصدر الضوء بنزود فيها الظلال أيضا وفي الشقوق والأماكن اللي بين الصخور وبعضها بنعطي الظل الأعلى على الإطلاق أعلى ظل زي ما دينا أعلى ضوء هكذا كل الظلال على الشمال وكل الأضواء على اليمين كما نرى ونختار الأماكن العميقة وبنزودها شوية بالنسبة للظل فذا بيحدث معك تباين عالي جدا وفي الشقوق وفي الشقوق بناخد من الكتلة نفسها والسنة يمين وشمال ان شاء الله مع بعض نرى وضع هذه الظلال بخطواتها ووضع الاضواء ايضا اضواء تضع على النباتات على الطريق على المساحة الخضرة وامتداد الاضواء مع بعضها مكملة لبعضها ولكن كل جزئية تاخد اضواء من لونها كما سنرى باذن الله تابعوا معايا الان بنضع البقعة الضوئية مبدئيا ثم سنضع ضوء اعلى جدا في اماكن معينة من كل بقرة وده على كل العناصر اللي يكون وقع على الضوء والذل ده نزوده شوية من اساسه من عندي جسر الظل اللي بدأناه بالنسبة للطريق من يم اليمين بعد قليل ولكن بعد ما نعمل المساحة الخضرة هنعمل مساحة خضرة هنا ممتدة على طول الطريق بشكل منظم وفوق المساحة الخضرة دي هنعمل هنرسم برضو ورد خط ورد كده ممتد على طول الطريق ورد وردي باللون الوردي ووردي ايضا باللون الرصاصي كده بشكل جميل بشكل منظم ولكن بعد ما ننتهي من المساحة الخضرة دي هذا المساحة الخضرة وبنعملها جسر الظل لهو يعني بين الطريق والمساحة الخضرة جسر الظل بتكون بين الأشياء وبعضها والطريق ده ماء المنحدر لو تلاحظ وبرضو جسر الظل في الأعلى والمساحة الخضرة دي الخضار فيها بدرجات وهيوضع على المساحة دي الضوء بشكل جميل جدا امتداد للضوء اللي على الطريق وهيوضع على الورد نفسه اللي احنا نعمله ضوء ايضا ولكن هنحن بنأسس للورد الورد الرصاصي ده او الأوراق الرصاصي زي نباتات زينة كده مزروعة على امتداد الطريق باللون الغامج وبعد كده نعطيها الإضاءة كما نرى بنضع جسر الظل بين الأشياء وبعضها كل عنصر والتاني وباللون الأخضر بعض النباتات الخلفية بننتهي منها علشان نبدأ نرسم في القريب هذا البقعة الضوئية على النجيلة ولكن بلون أخضر يعني ضوء من جنس لون العنصر بلون أخضر لما حطينا ضوء على الأسفلت ضوء مناسب لأسفلت لون رصاصي ضوء على الأخضر يكون مناسب للون الأخضر وكذلك الظل لما نعمل ظل على الأخضر مناسب للون الأخضر ظل على اللون الأسفلت اللي هو الموف أو رصاصي أو الترابي بنعمل أيضا ظل مناسب لنفس اللون الآن بنظهر أوراق النباتات الزينة المزروعة على حفة الطريق وامتداد الطريق بلون مبدأي نقترب بالكاميرا نشوفه هكذا اللون مش فاتح يعني وسيط هنبدأ نفتح في أماكن المضيئة الجزئ الجزئية دي فيها إضاءة وهكذا الجزئية دي ولسه هنزود الإضاءة أكتر تاني زي ما هنزود الإضاءة على الأخضر ده تاني درجات لازم نتابعها ونشوفها واحدة واحدة نبدأ نعمل جزع النخلة هيتعامل بشكل رائع جدا إن شاء الله وأيضا أضواء وزلال في جزع النخلة تابع ولاحظ المراحل النخلة مزلالة من فوج من تحت الأوراق وأيضا النخلة البعيدة دي هنعملها الأول طبعا لأنها هي البعيدة ننتهي منها بالنسبة للأوراق يعني وبعض جزوع الأشجار البعيدة باللون الغامج النخلة هنضرب لها لون بني شوية ونديلها من ناحية الشمال طبعا ده لون فاتح ولكن من ناحية اليمين هتاخد لون أفتح لون فيه الإضاءة أكتر نحط أبيض وأصفر على البرتقال ده بزيادة شوية لأن طبعا الناحية اليمين في مواجهة الضوء ولكن هندي الإضاءة دي بعد ما نخلص النخلة البعيدة دي الأوراق أوراق النخلة البعيدة أو النخلتين الأبعد لون غامج وبعد كده باللون الفاتح اللون الغامج ده كي يعطيك العمق والأوراق في الناحية اليمنى تلاحظ أن أنا زودت فيها الإضاءة ونزود أكتر شوية أضواء كلها من اليمين نزوده النخلة زي ما اتفاجنا مع بعض من ناحية اليمنى شوية زودنا الإضاءة شوية وهنزودها أكتر وأكتر وهتبدو بشكل رائع جدا لما تاخد الإضاءة الأعلى خالص إضاءة فيها حرارة وأوراق النخلة الكبيرة بشكل عشوية مبدئيا وبعد كده التفاصيل بنهتم بها في اللمسات الأخيرة لون غامق شوية عكس اتجاه الضوء أما في الناحية اليمنى باية هيكون اللون أفتح شوية مضيق هكذا إضاءة أعلى شوية كمان اللون الغامج تحت فعلا إدانا العمق أوراق مضيئة من اليمين التجعيد والحروف اللي بتكون في النخلة وبقايا الأوراق المكتوعة هنزود الإضاءة في اليمين جدا هكذا وأيضا في كل الأشجار وهنزود الإضاءة على الأرض جدا بعد قليل الآن بدأنا نضع الأعلى ضوء كل الأماكن المواجهة للضوء بنزود إضاءتها جدا زي ما احنا شايفين والضوء حتى على نباتات هنقترب بالكاميرا فعلا كأنها مضيئة الأجزاء اللي في الزل سايبينها امتدادات الزل اللي على النجيلة الخضرة محافظين عليها وهنا خط الورد اللي تحت الأوراق الرصاصي دي في ورد برضو زينة واخد اللون الكشميري اللون الوردي هنضيق عليه برضو في الأماكن اللي فيها إضاءة هكذا نضيق عليها وكل إضاءة مناسبة للون للون العنصر اللي احنا بنضيقه هكذا وسنضع الإضاءة على الأخضر باللون الأخضر كل لون بياخد إضاءة من جنسه هذا مبدئيا البقع هكذا وهنضيق عليها جدا بعد قليل في الوسط كده في أعلى أعلى ضوء كما تعودنا بنضع عضواء وفي أعلى ضوء وبنضع الظلال وفي أعلى ظل هذا ظل الأسفل اللي اتكلمنا عليه من شوية من نفس جنس لون الأسفل بيبدأ الظل من هنا ويمتد وكلما امتد كلما قلت درجة الظل وظل جريد النخل والعشوائية عشوائية النباتات أيضا ظلها عشوائي ولكن مهمة جدا المعلومة دي مهمة جدا ان احنا نظل بنفس اللون اللي بنظل عليه على أسفلتي بيجاب لون الأسفل على الأخضر باللون الأخضر على الشجرة باللون الشجرة ولكن درجة أفتح بنزود البقعة الضوئية وهنزود البقعة الضوئية أيضا على النجيلة اللي جدامنا دي نحط بقعة ضوئية أعلى جدا هكذا وحتى على الأشجار بقعة ضوئية أعلى وهنبدأ نفرد البقعة دي كلما تسعت الدائرة كلما قلت ضوء شوية نفردها تاني حالا الآن إن شاء الله فده بيديك إضاءة وكأن المنظر مضيء فعلا وبيكون بيظهر بشكل مدهش في النهاية يا رب يا رب نكون استمتعنا واستفدنا في هذا الفيديو هذه الرحلة ويا رب تكون كانت رحلة سعيدة اللهم أمين يا رب العالمين وفي الختام بفكركم بالإعجاب بالفيديو كي ينتشر خير على أيديكم وعلى أمل لقاء بكم ومنظر جديد وأجواء جديدة ومعلومات جديدة لكم مني أطلب المونى وأسمى الدعوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر